السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوانكم شباب ان شاء الله تكونوا بالفخير شرحنا او موضوعنا اليوم رح يكون على منصة ويبل الموضوع هو شل الفرق بين الكاش اكاونت والمرجن اكاونت ان شاء الله رح ندخل بتفاصيل الفيديو الفيديو رح يكون كالتالي اول شي رح نحكي بحساب الكاش وبعدها حساب المارجن اول ثالثة الفرق بين المارجن والكاش ومثال استخدام المارجن على المنصة وكيفية تحويل الحساب من مارجن الى كاش او العكس ونختم ان شاء الله الموضوع ان شاء الله ما يكون فيديو طويل وان شاء الله يكون قصير فقبل ندخل بالموضوع اخوان ارجو من الاخوة المتابعين الجدد يسعون لايك وسبسكرايب يكون لكم ممنون والاخوة اللي ما مسجلين بمنصة ويبل ويحب يسجل بحساب جديد اللينك موجود اسفل الفيديو هتقدرون تسجلون وتحصلون ساهمين مجانية واني حصل ساهمين مجانية او كون لكم ممنون ونتوكل على الله حساب الكاش اخوان حساب الكاش هو يختلف تماما عن حساب المارجن بالمارجن اذا اشترينا اسهم اليوم او قبل اليوم فكرنا غلقها اليوم او اي وقت مباشرة تنزل اموال هذه الاسهم والارباح في حسابنا نفس الوقت ونفس الوقت نستطيع شراء اسهم اخرى نفس اليوم هذا بالنسبة لحساب المارجن بحساب الكاش اي صفقة تم شراءها اليوم او قبل يوم او او خلال اسبوع وفكرنا ببيعها اليوم اموال هذه الصفقة وارباحها ننتظر عليها يومين بعد الاغلاق لكي تستقر في حسابنا حتى نستطيع بعدها شراء اسهم اخرى اخوان بحساب الكاش يعني اذا اشتريت اسهم اليوم يختلف عن حساب المارجن اللي احنا عدنا اغلبنا عند حساب مارجن بس الفرق بين المارجن والكاش قلنا بالكاش اذا تشتري اسهم اليوم وحبيت اليوم شفت الاسهم صعدت سويت مضاربة يومية مثل بالتداول اليومي وشفت الاسهم صعدت ومباشرة راحت بعتهم ما راح تنزلك الفلوس اليوم راح تنزلك بعد يومين هذا بالنسبة لحساب الكاش بس بحساب المارجن بحساباتنا الطبيعية لا اي صفقة نبيعها مباشرة تنزل هاي الفلوس ونقدر نشتري بيها بحساب الكاش نستطيع بعد غلق اي صفقة خلال يومين ان نحول هذه الاموال الى حسابنا البنقي بكل سهولة اما في المارجن تاخذ خمس ايام على التحويل يعني الاخوة لعدهم حساب كاش مثلوا صد الصفقة صد الصفقة قبل يومين واليوم نزلت الفلوس بحسابه بالمنصة يعني موجودة يقدر يحولها للبنق جدا طبيعي بس بحساباتنا المارجن لا تاخذ خمس ايام اي صفقة نسده بس هذا الفرق اما التداول بحساب الكاش لا وجد عليه عدد معين تستطيع البيع والشراء ولا ينطبق عليه قانون التداول ثلاث مرات كل خمس ايام هذا هو حساب الكاش اخوان عيوبه هو الانتظار يومين بعد غلق الصفقة حتى تستطيع استخدام اموالك هذه العيوب الكاش اكاونت من تشتري مثل عندك الف دولار اشتريت بخمسمية او اشتريت بألف اليوم ورح تبعتهم مثل كسبة الف واربعمية ما رح تقدر تستخدم هاي الفلوس لازم تنتظر تنتظر يومين يلا تروح تقدر تشتري بيها وقلنا التداول بيها تقدر تداول بالكاش اكاونت عشر مرات ستة عشر مرة مليون مرة ما لشغلة بقانون التداول ثلاث مرات حساب المارجن جميع حساباتنا مع ويبل هي اسمها مارجن وحتى نحصل على المارجن اللي هي منح قدرة شرائية كبيرة دون الحاجة الى الاستثمار بمبالغ كبيرة من اموالك حساب المارجن اخوان بمراحل ان شاء الله نحسا نوضحها كلها يعني اكو مارجن طبيعي واكو مارجن اللي هو من يكون حسابك باكثر من الفين وخمسين دولار كل ما يرتفع حسابك نوعية المارجن ما تتك مع الحساب بيختلف والمارجن هنا يا اخوان اللي هو الفلوس القدرة شرائية اللي يطينا ياها ويبل نشتري بيها ونستثمر بيها يعني ويبل يوفر لك اموال بالمحفظة وتستطيع استخدامها باي وقت تحتاجها وهي قرض ولا يحق لك الاقتراض من اجل زيارة الحساب التقاعدي هاي الفلوس اخوان يطيك ياها رابنهود طبعا ما مسموح لك تشتري اي اسهم اذا عندك حساب تقاعدي يعني ما تقدر تستخدم هاي الفلوس بالحساب التقاعدي اما هذه الاموال عادة تكون مضاعفة في اربعة او في اثنين لكن غير متوفرة لجميع الاسهم فوائدها هي ستة وتسعة وتسعين بالمئة اخوان هاي الفلوس اللي نشوفها مرات ان شاء الله قدنا رح ندخل على المنصة ونشوف هنا رح نشوف عندنا مضاعف مكتوبة اليوم مثل اربع مرات او مكتوبة مرتيا بالليل هذه الفلوس طبعا الاربع مرات تقدر تداول بيها خلال اليوم مثل طبعا هي تخدم للتداول باليوم بس انا ابدا ما انصح بحد يستخدم فلوس ويبل او رابنهود او اي فلوس من حسابات ثانية بيها خطور اخوان وبيها خسائر قوية هس رح ندخل بتفاصيلها ونشوفها طبعا من عيوب المارجن نبطي مثال اليوم حصلت سهم بسعره بخمسين دولار قررت تشتري بمئة سهم يصبح مجموعة هاي المئة سهم طبعا خمستالاف دولار انت جيد عندك عندك الفين وخمسمائة دولار وسحبت الباقي من المارجن الي هو قلنا ويبل موفر لك يا هاي الفلوس سحبت قلت انا من عندي الفين وخمسمائة ومن عدم الفين وخمسمائة من ويبل اروح اشتري السهم اه هو بقيمته قلنا بخمسين دولار اشتريت الصفقة وبعد يوم او نفس اليوم انخفض سعر هذا السهم خلينا نقول الى خمسة وثلاثين دولار هنا ويبل يحق لي يرسلك رسالة يسيحولها مارجن كول وهذا المارجن كول هو من حق ويبل ان يبيع الصفقة او يغلقها او يطلب منك اداء عموال بحسابك يعني هنانا ويبل رح يضغط عليك يقول لك يا با بان السهم هذا جاي ينزل واحنا مارجن نخسر فلوسنا هاي الفين وخمسمائة فيطيك يطيك مارجن كول هذا المارجن كول قلنا لو يطلب منك بان تحط فلوس بحسابك او تبيع الصفقة من الصفقات حتى ترجع فلوس الفين وخمسمائة قلنا هنا دزلك مارجن كول وانت ما اهتميت لهاي الرسالة ما اهتميت لرسالة ولا وصعرت فلوس ولي انت هنا انا قلنا لنفترض وانت ما عندك هذي الاموال والسهم مستمر بالانخفاض وصل لثلاثين دولار شي سوي هنا ويبل يروح يبيع الصفقة بدون علمك بدون ما راح يقول لك انا يا با اسمح اننا راح يبيعها لا بدون علمك يبيع هاي الصفقة على سعر لثلاثين طبعا ثلاثين في المية سهم راح يصيرون بثلاثة الاف دولار ياخذ ويبل امواله اللي هي 2500 ويبقى لك الصافي 500 دولار وانت تتحمل خسائر ويبل غير مجبور يخسر امواله او يغلق اي صفقة اخرى بحسابك شلون يغلق صفقة اخرى بحسابك خلينا نقول مثلا هذا السهم رأسا فجأة النزل لل 15 دولار او 18 دولار راح يصير خسائر بفلوس ويبل شي سوي ويبل هو شون الطاك هاي الفلوس الطاك هاي الفلوس على اساس عندك اسهم انت موجودة وبيها فاليو اخوان اللغز هاي الفلوس من تنزل على البروفوليو ما تتاكد وش قد عندك فلوس وش قد عندك فلوس بالاسهم اللي انت مشتريها ويبل هنانا راح ينطيك هاي الفلوس على مود تشتغل بيهم بس هنا خلينا نقول هذا السهم فجأة النزل شايفين هواي اسهم تأكس عليك من تأكس تأكس خلاص خلينا نقول نزل وصارت بيه خسائر ويبل مو شرطي بيع هذا السهم اذا ما يطلع اي سهم عندك يروح يبيعها وياخذ فلوسها الالفين وخمسمية وتبقى انت عندك ذيك الخسائر هذي واحدة من اكبر عيوب المارجن لازم تتعلم كيفية استخدامها اخوان ولا تفكر تشتري باموال المارجن تأكد دائما من النسبة ان لا تكون اعلى من 25% واسهمك حتى لا تتعرض الى المارجن هنا انا اسف طبعا بالكتابة واسهمك اللي اقصد بيها اخوان اسهمك كون ما نازلة يعني مثلا انت سحبت 2000-3000 دولار واسهمك قيمتها خلي نقول ب5000 وارترحت اخذت 2000 دولار او 3000 دولار هنا من حقها اذا نزلت هذي النسبة من اسهمك اللي هي 25% او البروفوليا ما تكبدأ ينزل رح يجيك المارجن كول وويبل رح يستخدم طريقته واسلوبه الخاص يروح يبيع من الاسهم اللي انت مشتريها على موديل من فلوسه فقلنا اخوان من ندخل على سهم وريد نشتري رح نشوف هاي النسبة المئوية موجودة بكل سهم ان شاء الله من ندخل على المنصة رح نشوفها الفرق بين المارجن والكاش اخوان الكاش اكاونت هنا ما عندك طبعا النت فاليو الليمتد يعني ما لهم شغلة هو اسمه كاش اكاونت يعني ما يحتاج تحط عشرة تحط مية وتحط مئة دولار تحط مليون دولار هو كاش اكاونت جدا طبيعي الدي ترايد مفتوح ما بي أي يعني ما عندك خمسة يام ما عندك ثلاثة يام كل خمسة يام مارجن ترايد ما عندك ما ينطيك قروض على حسابك لان هو كاش اكاونت التشورت سيلن ما تقدر تسوي شورت سيلن شورت سيلن شرحناه في فيديو قلنا السهم هو صاعد فوق نقدر نشتري من فوق على مودة ينزل سعره حتى نستفاد من عنده هذا موجود عندنا في فيديو المارجن اكاونت الطبيعي اللي اغلبنا يفتحه اول ما تفتح حساب ويا ويبل طبعا اسمه مارجن اكاونت اللي هو يبدي من صفر اذا ما عندك ولا دولار به لحد الفين دولار هنا مسموح لك تسوي ثري داي ترايد بالخمسة ايام يعني مسموح لك تداول ثلاث مرات بالخمسة ايام مارجن ترايد ما ينطيك اللي هو القرض قلنا فلوس ويبل اذا تريد تستخدمها ما رح ينطيك لان حسابك اقل من الفين دولار فما ينطيك تسوي شورت سيلن لا ما تقدر تسوي شورت سيلن لأن حسابك أقل من 2000 دولار إذا نروح للمارجين أكاونت الثاني اللي هو إذا حسابك من 2000 حتى 25000 هنا راح تقدر تسوي ثلاث مرات ترايد خلال خمسة أيام نفس ما هذا الحساب تقدر تسوي ثلاث مرات تداول خلال خمسة أيام تقدر تسوي دايت ترايد هنا إذا حسابك صار أكثر قلنا من 2000 دولار راح تقدر تسوي ترايد أب تو فور يعني مثل عندك 2000 دولار هو يسوي لك إياها أب تو فور يسويها 8000 أو يسويها 9000 أب تو فور تايم يعني يضاعف هذا المبلغ لهذا اليوم إذا تسوي تداول يضاعف لك إياها أكثر من أربع مرات هذا بالنسبة للمارجين أكاونت اللي قلنا أكثر من 2000 دولار بالأوبرنايت اللي هو بعد الماركت يعني من ينسد الماركت تقدر تسوي بالأوبرنايت أب تو طبعا عادة ويبل ينطي أكثر من مرتين من مبلغك مبلغك 2000 ينطيك أكثر من مبلغك بمرتين اللي هو أوبرنايت ترايد المارجين الأكاونت اللي بيه 25000 فما فوق يقدر يسوي ترايد أكثر من 3 مرات ما عندك القوانين ما تطبق عليك كل قوانين ما طول يبقى حسابه أكثر من 25000 حسابك فوق الخمسة وعشرين تقدر تسوي عشرة ترايد باليوم تقدر تسوي اللي يعجبك بدون قانون اللي خمسة أيام بيزنس دايز ما يتطبق عليك هذا القانون ما للتداول وهذا نفس الشي تقدر تاخذ فلوس نفس الحالة تقدر هاي الفلوس تضاعف يعني احتمال الصير 100000 احتمال الصير 125000 بهذا اليوم للدي ترايد وللأوفرنايت اخوان يصير مرتين مثل عندك 25000 يقدر يسوي لك ياها مثل 50000 او يسوي لك ياها 75000 يضاعف لك المبلغ هذا بمرتين حسب ما المبلغ اللي عندك تقدر تسوي short selling نعم تقدر تسوي short selling وهنا تقدر تسوي short selling اذا حسابك من 2000 لـ 25000 فذول الثانيين يقدرون يسوون short selling هاي قوانين الحساب المارجن والكاش نسوي مثال على استخدام المارجن على المنصة ندخل على حساب مالتنا اخوان بعد ما دخلنا على الحساب راح ننتبه للـ Day Trade هنانا والـ Overnight اللي هي Day Trade مثل ما شوفون هنا حطنا فلوس والـ Overnight حطنا فلوس أنا حسابي 2305 حاليا القيمة الأسهم الموجودة بالماركت مثل ما شوفون هاي الأسهم ماتي هاي مجموعة نازلة وهي المجموعة الخضرة اللي هي صاعدة الكاش الباقي عندي اخوان اللي هو دولار و 55 سنت يعني هذه الفلوس مو ملاتي هذا الكاش اللي باقي عندي بس ويبال على الضوء الأسهم اللي عندي وقيمتهم اللي موجودة بالماركت منطيني هنا إذا أريد أسوي Day Trade مثل ما شوفون هنا أنا مكتوب Day Trade هنا أنا منطيني للـ Day Trade 3462 ومنطيني للـ Overnight اللي هو بعد ساعات الدوام منطيني 1731 اللي هو أسوي به مرتيا هنا أنا ما منطيني تفاصيل بس إن شاء الله هسا راح ندخل ونشوف التفاصيل هذه الفلوس اللي شوفوه هنا هي هاي الفلوس مالويبل يعني هاي الفلوس اللي موفرها إنه ويبل إذا أريد نستخدمها فبعد ما شوفنا هاي الفلوس وعرفنا جد عندنا مثل هنا أنا قلنا 3400 وعدنا هنا أنا 1700 هنا أنا للـ Day Trade إذا أريد أسوي مضاربة اليوم أقدر أستخدم هاي الأربعة تالاف أشتري أسهم أول ما تصعد أبيعهم وأسد الصفقة حتى هاي الفلوس ترجع الـ ويبل وأنا أكون بأمان ما أدفع أي فوائد بس أخوان قلنا العملية مو سهلة لازم تنتبه لازم تعرف شو أن تستخدم هاي الفلوس ولا تنعكس ضدك وبعدين أنت تكون خسران وإذا خسرت من هاي الفلوس يقدرون هما يسدون هاي الصفقات اللي موجودة ويأخذون الفلوسهم مثل ما شوفونا هذا السهم مثل بـ 21 دولار قيمته أنا مشتري من عنده 15 أمشتري الأفرج مات على 6 دولارات وتاركل يعني هذا يجيب لي يطيني أرباح وهذا يطيني أرباح هذا مشتري بـ 65 العفو هذا مشتري بـ 33 حاليا الماركت مالها بـ 65 دولار فأسهم يعني مضاعفها وتاركها الثبلي فأخوان قلنا أي خسارة بفلوس ويبول بالأسهم ودخلتها وخسرت الصفقة يجي ويبول ياخذ بيصعب قلنا بالـ يقدر يسد لك هاي الصفقات وياخذ من عندها الفلوس فالروح على مد نعرف شون نستخدمها الروح ندخل على من بعد ما فتحت للأسهم اللي راح نشتغل عليها وريد نعرف عندنا فلوس مثل بعد ساعات الدوام أو قبل ساعات الدوام نقدر نشتري منصة ويبول نقدر نشتري بيها بعد الدوام الحد الساعة بثمانية بالليل ونقدر نشتري بالبري ماركت اللي هي قبل ساعات الدوام قبل الساعة التسعة ونص نقدر نشتري بالساعة بالأربعة الصبح الحد الساعة تسعة ونص هذي البريماركت وافتر ماركت قلنا لثمانية اخوان مثل ما شوفون هنا المنصة تيت تعرف الفلوس وين موجودة بالمنصة وشون تعرف السهم قلنا مو كل سهم رح يمطيك ويبول علي فلوس اخوان ضروري تعرفون هذا الشي مثل هذا مثل سهم ما رح يمطينا علي ويبول شون رح نعرف طبعا ضروري انت انفعل هذي الكوات مثل ما شوفو هنا قدام كم هذي هذي ضرورية شون نطلعها نروح على ونضغط على ومن نضغط على اختيار رح يكون عندنا الكوات نضغط عليه مثل ما شوفو هنا طبعا ضروري اخوان من تفتح المنصة تكون كلهم نفس المجموعة مثل ما شوفو هنا هذي هذول كن من ضمن المجموعة واحد اذا فتحت اول مرة احتمال يطلع عندك مجموعة ثلاثة رح يقران غير سهم احنا ريد يقران السهم اللي موجود عندنا مثل ما موجود هنا اي تي بي فنقل نختار مجموعة واحد لكل المنصة مساوينها على مجموعة واحد هنا طبعا كبرها لهذه المنطقة حتى نقدر نشوف اذا عندنا فلوس هنا ما رح تبين عندنا اي فلوس طبعا هنا المنطقة لتبين ويبل اذا ينطي لنا فلوس يسمح ان ناخذ من فلوس ونضع ربيها خلونا ندخل على شركة الفيسبوك مثل ما شوفون هنا انا موجود عندنا بالفيسبوك عندنا بالday trade ما قدر نزل ماوس موجود عندنا بالday trade عندنا شوفونا اربعة وعدنا بال overnight 2 وعدنا 25% 25% اذا تدخل طبعا الاربعة اخوان للتضارب اليومي هذا ما للday trade يعني تروح تضارب بهم وترجع الفلوس بس همشي ما ينزل الحساب لازم يكون 25% يعني ما تنزل تحت 25% حتى ما يصير عليك مارج آخر سطر 6.99 اللي هذي الفوائد ما رح ياخذون منك الفوائد اذا عرفت شلون تلعبها وتدخل تداول وتكسب بهم وترجع فلوسهم فاخوان الفلوس الترجع لهم ما ترجع بها ارباح لهم تفلوس تاخذ منهم 10.000 ترجع ل 10.000 بس قلنا السهم اذا ما القصدي الفلوس ما الويبل اذا استخدمتها وما بقت عندك ليلة كاملة ما عليها انترست يعني فتحت لك صفقة الصباح اشتريت ساهم لقيت اخلي نقول مثل عندنا سال فيسبوك ادخلت بهاي المنطقة اشتريت اخذت الفلوس من مثل 10.000 دولار اشتريت بهاي المنطقة تقريب 255 ورح اتبعت هنانا 292 تاخذ هاي الارباح وهي اوتماتيك لفلوس ترجع الويبل والتتبق لك الصافي هاي اخوان بالنسبة للبرسنتج اللي موجودة اللي قلنا عليها موجودة بكل سهم وقلنا مو كل الاسهم اخوان اكو اسهم رح تشوفون عليها البرسنتج مالتهم الميتنس عالي هذي 25 خلينا نشوف انه شركة اكو شركات رح شوفوها ما ينطع عليها ويبل فلوس خلينا نشوف الادية اكس ما ينطع عليها فلوس شوفو هنا اخوان هنا خمسين بالمية الميتنس كل شو هاي بهيتش نسبة مياوية من تصعد الخمسين اربعة واربعين فما فوق اربعين بالمية ما هياخذوه اخوان دايما الامريكان النصعون بير ما يدخلون عليها اذا ما كانت خمسة وعشرين بالمية ما اظن نلقى عشرة بالمية ولا اظن نلقى خمسة بالمية لازم تكون خمسة وعشرين بالمية اهنا اذا اذا ادخلت بعملية وهذه موجودة مثل الخمسة وخمسين بالمية اهنا من حق اذا ما سديت الصفقة وتخسرت بها من حق يبيع اسهمك وياخذ فلوسه يعني بدون ما تقدر تسوي اي شي فهذا كان مثلا اخوان على المنصة ونكمل الموضوع مالتنا اهنا شونا نحول الحساب من مارجن الى كاش او العكس اللي مثل واحد حسابه مارجن وريدي حوله الى كاش او حسابه كاش ريدي حوله المارجن الطريقة اخوان جدا سهلة طريقة تفعيل المارجن فقط تكون من الجوال ما تقدر تسوي ها من الكمبيوتر ولا تقدر تسوي ها من المنصة لازم تكون عن طريق الجوال ما موجودة هاي الابشنات لا بالمنصة عدهم ولا عدهم بالكمبيوتر وطريقة التفعيل جدا سهلة لكن تذكر قبل التفعيل يجب غلق جميع الصفقات المفتوحة اخوان اذا مشتري اسم لازم تسد هاي الصفقات او مشتري عقود لازم تنسد العقود حتى يحق لك تغيير الحساب للكاش او العكس وهذا الاجراء ياخذ حوالي 6 ايام وطريقة التغيير راح تكون موضحة بالصور اول ما ندخل على حساب لازم نكون عن طريقة جوال ندخل بالبصمة او بالكود اللي انت حاط بالجوال من هذه المنطقة اخوان بعد ما ضغطت عليها راح نروح نضغط على المور مثل ما شوف وهنا اقصى اليمين موجودة بالشاشة الرئيسية من بعد ما دخلت بحسابك نضغط على كلمة مور بعد ما ضغط نا على مور ننزل بنهاية الصفحة راح نشوف الاكاونت البرو موجود مثل مكتوب حسابنا مثل مارجن اكاونت او كاش اكاونت والتتيج غيرها مثل حسابي مارجن اكاونت مثل اده غيرها اده اده اضغط عليها مرة وحدة وراح يقلي اكمل الخطوات والخطوات جدا سهل اخوان فهذا يا اخوان الموضوع وهذا طريقة تغيير الاكاونت هذا ما عندي ونختم موضوعنا اتمنى ان اكون وفقت بالشرح ووصلتكم الفكرة ولا تنسون اخوان دعمكم للقناة باللايك والمتابعة هذا يساعدني بنشر المزيد من الفيديوهات واي استفسار عدكم تركولي اسفل الفيديو مقترحاتكم وان شاء الله اكونوا بخدمتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يرزقنا ويرزقكم جميعا